سلام عليكم ورحمة الله أخوان ومشاهدين ومتابعي قناة وزف تيكنو يوم شاء الله سنتكلم عن كيفية تفعيل دقة 4K وخيار HDR إذا كانت الشاشة تدعم HDR وإذا كانت الشاشة بدقة 4K النظام الموجود بهذه الشاشة هو نظام أندرويد غير اسمه وموجود فيه عشرات أو مئات الموديلات التي تعتبر من الشاشات التجارية فإذا كانت شاشة بدقة 4K إذا قمنا بتوصيل جهاز من خلال سلك أو منفذ أو مداخل HDMI بالشاشة الآن مثلا قمنا بتوصيل جهاز يدعم دقة 4K اللي هو بلاي ستيشن 5 على هذه الشاشة كما شاهدون أمامكم الآن كما واضح مثلا هذا خيار HDR موجود فعال إنه تم تفعيل خيار HDR بالشاشة أيضا بعض الموديلات كما شاهدون تدعم وضع الجيم مود أو وضع اللعبة أو وضع الكمبيوتر إذا كنت مصف على حاسبة أو كمبيوتر أما إذا كانت متصل على جهاز الرعاب مثلا بلاي ستيشن 4، بلاي ستيشن 5، اكس بوك سيريس اكس، اكس بوكس ون لازم نشغل وضع اللعب أو الجيم مود كما شاهدون بعض الحالات إذا قمنا بتشغيل البلاي ستيشن الآن كما شاهدون أمامكم إذا ندخل على الإعدادات الآن على الشاشة والفيديو كما شاهدون حيظهر لك بهذا الخيار إنه ما يدعم 60 هيرتز، ما يدعم 60 فريمان و الـ HDR غير مدعوم بينما هي الشاشة تدعم بهذه الحالة يجب تفعيل هذا الخيار كما سنوضح بالفيديو نفتح على الإعدادات من ضمن الإعدادات بالأعلى نختار المتقدم كما شاهدون مكتوب إعداد الـ HDMI نختاره أصدار الـ HDMI هو عالث حيكون علىه آلي اللي هو التلقائي هذا لا لازم نغيره إنه نخليه على 2.0 طبعا هذا الخيار فقط تفاعله إذا كان عندك جهاز يدعم دقة 4K متصل بالشاشة كما ذكرت الآن مثلا بلاي ستيشن 5 أو رسيفر بدقة 4K أو جهاز مثلا بلاي ستيشن 4 برو أو إكس بوكس سيريس X إكس بوكس سيريس S إكس بوكس وين اكس مهم جهاز يدعم دقة 4K كما شاهدون الآن تغيرت الإعدادات أمامكم إنه تفاعل عندي الـ HDR وظهر عندي خيارة 60 هير 60 فريم كما واضح أمامكم فهذا الخيار يجب إنه تفاعله ضروري جدا حتى يتفاعل عندك كل الخيارات بشكل صحيح وتعمل عندك الشاشة بشكل طبيعي إذن حبايا أتمنى الفيديو كان مفيدا حضراتكم وإن شاء الله وضحنا لكم كيفية تفعيل دقة 4K والـ HDR بالنسبة للشاشات اللي تعمل بهذا النظام اللي هو نظام أندرويد غير رسمي وغير مدعوم أيضا بالقناة فيديو شرح كامل للقوائم والإعدادات أيضا مع أفضل إعدادات الصورة والصوت والنظام حيكون الرابط بالوصف لهذا الفيديو شوفكم إن شاء الله في فيديو آخر قريما أخوكم أبو يوسف